اشتركوا في القناة كيف نقدر مساحة شكل ونوجده بعد المربعات قدرنا مساحة عدة أشكال ناقشنا أمثلة على كيف نقدر مساحة شكل أعطيتكم سؤال واجب تدريب 11 سوف نناقشه الآن مع بعضنا الآن لما يكون لدينا شكل بهذه الطريقة ونريد إيجاد مساحة المنطقة باللون الأخضر ماذا نفعل؟ ماذا نفعل لتقدير المساحة؟ ممتاز نعد المربعات الكاملة إذن نبدأ بعد المربعات الكاملة عدوا معي الآن المربعات الكاملة نبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وهكذا نكمل عد فقط المربعات الكاملة بهذه الطريقة إلى أن ننتهي من عد جميع المربعات الكاملة في الشكل ثم نكتب عددها الآن انتهينا من عد المربعات الكاملة كم عدد المربعات الكاملة؟ أحسنتم عدد المربعات الكاملة في الشكل اثنان وثلاثون مربعا ممتاز الآن بعد أن انتهينا من عدد المربعات الكاملة هل غطينا جميع المساحة في الشكل؟ لا يوجد لدينا الآن مساحة هنا في الجانب الأيمن على شكل المثلث الآن لم نغطيها هي ليست مربع كامل وإنما جزء من مربع إذن ركزوا معي هنا هذا الشكل أتمنى أن يكون راضح اللون الأزرق الآن المثلث الصغير هذا لو أخذناه لوحده هو جزء من مربع الآن تأملوا معي الآن ماذا؟ سنقوم بعمل لهذا المربع سنقوم بمحاولة إكمال الجزء المتبطيف من المربع في الأعلى بهذه الطريقة إذن الآن اكتمل لدينا مربع كامل بالمثل لدينا هنا الآن جزء من مربع سنحاول أن نغطي بهذا الجزء اللي بلون الأزرق نغطي الجزء الأعلى في المربع الأخضر بهذه الطريقة لاحظوا الآن وأنا أغطي المربع أجري التحويلات الهندسية سبق درسناها في الفصل السابق انسحاب ودوران ممتاز إذن الآن كم عدد أجزاء المربعات لدينا المتبقية؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن عدد أجزاء المربعات في الشكل كام أربعة لبلون الأخضر ممتاز كل اثنين جمعناهم مع بعض وكونا مربع كامل إذن أصبح لدينا من أجزاء المربعات كل جزئين يكملان مربعا كاملا ليصبح لدينا مربعين إذن أوجدنا مربعات الكاملة أوجدنا أجزاء المربعات لإيجاد المساحة ماذا نعمل بهم؟ نجمعهم ممتاز إذن نجمع عدد المربعات الكاملة وأجزاء المربعات اثنان وثلاثون مربع زائد وحدتين مربعتين إذن تقدير المساحة كم؟ أربعة وثلاثون ماذا؟ سنتيمترا مربعا إذن أربعة وثلاثون سنتيمترا مربعا كان هذا سؤال الواجب لو لاحظنا في الأمثلة التي ناقشناها في الحصول السابقة كانت المساحات عبارة عن ماذا؟ مضلعات جميع القطع أجزاؤها أو حدودها عبارة عن قطع مستقيمة الآن سوف نكمل مناقشة أو تقدير مساحة الأشكال بنفس الطريقة لو كانت لدينا قطع مستقيمة وسنرى أيضا حالة أخرى لدينا الآن قدر مساحة كل شكل مما يلي حيث كل مربع يمثل سنتيمترا كاملا ذكرنا الخطوات ماذا؟ عد المربعات الكاملة ممتاز ثم عد أجزاء المربعات ثم ماذا؟ ثم الآن كل أجزاء مربعات كل إثنين يشكلان مربعا كاملا نقدر العدد الكلي بجمع مربعات الكاملة وأنصاف المربعات فنحصل على المساحة الكلي لدينا الآن هذا الشكل نريد أن نقدر مساحته معا هو تدريب ستبعاء على كتبكم الآن تدريب سبعة الآن الخطوة الأولى نعد المربعات الكاملة نبدأ الآن بعد المربعات الكاملة واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة وهكذا نعد الآن جميع المربعات الكاملة نتأكد فقط نأخذ المربعات الكاملة في الشكل أبدا لا نأخذ أجزاء مربعات لو كان لدينا مربع ما أخذ منه حتى جزء بسيط إذن لا يعتبر مربعا كاملا الآن بعد أن أكملنا عد تغطية أو حساب المربعات الكاملة نكتب عددها كم عددها الآن ترونه ستة عشر مربعا ممتاز هل اكتمل الشكل لا تبقى لدينا أجزاء المربعات إذن نحاول أن نعد أجزاء المربعات نعدها الآن معا أجزاء المربعات الآن موجودة عدوا معي على كتبكم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لدينا أيضا هنا في الأسفل تسعة وعشرة أيضا في الأسفل أحد عشر واثنى عشر وأخيرا ثلاثة عشر وأربعة عشر إذن كم أجزاء المربعات لدينا ممتاز أربعة عشر جزءا كل جزئين نقدر أنهما يشكلان مربعا كاملا إذن لدينا أربعة عشر من أجزاء المربعات بمعنى أنه تقريبا الآن في السؤال مطلوب قدر إذن لن نعطي المساحة الدقيقة بضطل إنما سنقدرها تقريبا سبع مربعات إذن نجمع الآن عدد المربعات الكاملة وعدد أجزاء المربعات إذن نحصل على ستة عشر وحدة مربعة زائد سبع وحدات مربعة نقصد هنا أجزاء المربعات مقسومة على اثنين اللي هو نصف أجزاء المربعات إذن هنا المفترض أن نكتب نصف أجزاء المربعات إذن المجموعة ستة عشر زائد سبعة يساوي ثلاثة وعشرون سانتي مترا مربعا لأن حدد لهنا الوحدة الآن ماذا تلاحظوا على الأشكال التي أمامكم ما الفرق بينها ممتاز الحدود هنا قطع مستقيمة لكن هنا عبارة عن منحنيات ممتاز اللي باللول الأخضر ناقشناها في الحصو السابقة اليوم سنركز على كيف نحسب المساحة إذا كانت الحدود عبارة عن منحنيات عندما كانت مستقيمات بكل بساطة كنت استطيع حسابها بأنها عبارة عن أنصاف مربعات لكن إذا لم يكن بالإمكان عد المربعات الكاملة الآن في منحنيات سيكون صعوبة في عد المربعات الكاملة يمكن أن نقدر المساحة بنفس الطريقة السابقة نطبق الآن على الشكل قدر مساحة كل شكل مما يأتي حيث كل مربع يمثل ماذا سنتيمترا مربعا الآن نقدر المساحة الخطوة الأولى ممتاز نعد المربعات الكاملة إذن نعد المربعات الكاملة الآن على الشكل عدوا معي على كتوبكم واحد اثنان ثلاثة أربعة المربعات الكاملة فقط أي مربع الآن فيه جزء مأخوذ لا نعده مربعا كاملا السؤال يقول قدر المساحة قدر هل تعطيني إجابة دقيقة لا لكنها تعطيني إجابة تقريبية قد تختلف إجابتي عن إجابة زميني لكن كلنا تكون إجاباتنا قريبة من بعضها الآن عديت المربعات الكاملة في الشكل كم عددها 12 مربعا الآن عددها 12 مربعا تبقى لي الآن أجزاء من المربعات الموجودة على الحدود نعدها الآن إذن عدد أجزاء عدد المربعات 12 مربعا نعد الآن أجزاء المربعات بهذه الطريقة كم عددها ممتاز عدد أجزاء المربعات 16 جزءا من مربع نأخذ الآن 16 وماذا نعمل بها كل جزئين يشكلان مربعا كامل لذا نقسمها على 2 ممتاز إذن 16 من أجزاء المربعات تعادل 8 الآن نجمع 12 مربعا زائد 8 مربعات تعطيني هي 12 أم 14 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 إذن هنا 12 12 زائد 8 وتساوي 22 إذن هنا تعديل فقط 12 هنا فقط 12 مثال آخر لدينا هذا خباز رسم خباز شكل قلب على كحكة إذا كان كل مربع يمثل وحدة مربعة واحدة الآن ما أعطاني وحدات الأطوال أعطاني أنها بشكل عام وحدة مربعة واحدة المطلوب أن نقدر مساحة القلب هذا حتى نقدر مساحة القلب ما هي الخطوات المتاز نعد المربعات الكاملة الآن نعد المربعات الكاملة 1 2 3 4 5 6 7 8 لاحظ أني أعد فقط المربعات الكاملة في الشكل بعد أن نعد الآن المربعات الكاملة نكتب عددها كم عدد المربعات الكاملة؟ 22 مربعا ممتاز 22 مربعا الآن أعد أجزاء المربعات كم أجزاء المربعات؟ أعدها الآن الموجودة على الجانب حتى الأجزاء الصغيرة هنا نعدها 22 جزءا 22 جزءا الآن 22 جزءا تمثل ماذا؟ تقريبا 11 مربعا نجمع الآن عدد المربعات الكاملة مع أجزاء نصف أجزاء المربعات نصف جموعة أجزاء المربعات فنحصل على 33 وحدة مربعا قد تختلف إجابتي عن إجابتكم بسبب عدد المربعات البعض قد يعتبر مثلا هنا مربع كامل لكن كلنا إجاباتنا يجب أن تكون قريبة من 33 وحدة مربعا لأن السؤال كان فقط تقدير قدر مساحة القلب إذن الآن انتهينا من تقدير هدف الدرس تقدير مساحة شكل وإيجاده بعد المربعات لازلنا في عد المربعات أريد منكم أن تصفوا طريقة لتقدير مساحة شكل غير منتظم مرسوم على ورقة مربعات نفس الطريقة ماذا نعمل؟ ممتاز أولا نعد المربعات الكاملة ثم نعد المربعات غير الكاملة ثم نقدر العدد الكلي كيف نقدر العدد الكلي؟ عدد المربعات الكاملة زائد نصف عدد المربعات غير الكاملة إذن هذا يعطيني قانون أو يساعدني في تقدير ماذا؟ مساحة شكل لماذا نحتاج إلى تقدير المساحات؟ متى نحتاج إليها؟ نحتاج إليها في حياتنا في أمور كثيرة مثلا ممتاز تقدير مساحة منزل ممتاز تقدير مساحة غرفة مثلا أريد أن أفرش غرفة معينة في المنزل أحتاج أن أقدر مساحتها لشراء الفرش المناسب مثلا أيضا نحتاج إليها في ماذا؟ إيجاد مساحة حديقة مساحة مدينة مساحة شارع لذلك نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم تعلمنا فيه كيف نقدر مساحة شكل ونوجده بعد المربعات إذن الآن في درسنا فقط بعد المربعات لديكم مواجب النشاط الموجود في صفحة 198 الآن الجدول تكملون الجدول على حسب التعليمات الموجودة لديكم إذن قدرنا مساحة شكل بعد المربعات في درسنا القادم سنخصص أحد الأشكال الهندسية ونوجد مساحتها باستخدام القانون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته